السلام عليكم ورحمة الله أنا عبد الرحمن ومرحبا بك معي على قناة عبود للحمد لله رجعنا نقرأه كيفا؟ أصبر فإحنا الآن أمام الأمر الواقع وفي حتى لغدوة عنده امتيحان سأجبت لك عشر أساليب رح تساعدك بزاف خلاه وتختصر عليك الجهد والوقت في الدراسة فمنطولش بسم الله حبيت نقول لك برك أنه الفيديو ممكن طويل شوية وفيه معلومات بزاف فأرجوك استحملني وخليك مركز للأخير لأنه صدقني كل الأساليب مهمة أول نصيحة هي لا تنتظر التحفيز حتى تبدأ أنك تكون بيان وسعيد وفرحان وتكون القراءة يكل ملع على الطعام نعمة لكنك ببساطة لن تبدأ معظم الناس فهم التحفيز غلط فيقول لك حفزني حتى نقرأ ولكن جرب فقط أنك تبدأ وخلي البداية بسيطة جداً أنك تبدأ بالأسهل باللي تحبه ودرس فقط لمدة خمس دقائق حتى تفتح الشاهية وبمجرد ما تجلس وتبدأ تدخل في الجوت الدراسة رح تلقى التحفيز بدايجي والخمس دقائق واللات ساعة وحتى لو ما فيش تحفيز فالأمر ممكن شبه شوية بالصلاة فما ينفعش تقول أنه اليوم أنا مش نحفز فمش رح نصلي هي تقريبا نفس الفكرة أوكي لو عندك هدف مكتوب حاب توصله أو لو قدرت تربط ما تتعلمه بالواقع أو تجعله أكثر متعة رح يزيد التحفيز ولو ما قدرتش فلازم تدرس لأنه في عواقب أنت عارفها وذكر المقولة اللي تقول أنه أنا لا أتوقف عندما أشعر بالتعب بل أتوقف فقط عندما أنتهي ثاني خطوة وهي خذ فكرة عن طبيعة الامتحان قبل ما تبدأ المراجعة أصلاً بعض الناس يخليها هذه كآخر خطوة ولكن لما تكون عندك فكرة عن الامتحان رح تعرف كيف هتراجع رح تعرف على ما هتركز وعلى أساسها رح ترتب أولوياتك فتعرف إيش هو أهم درس فرح تركز عليه وإنها أهم جزئية في هذك الدرس اللي يجيبوا عليها فتراجع بفعالية أكبر فلو عندك مثلاً امتحانات سابقة لازم تطلع عليها لو ممكن مثلاً تتواصل مع الأستاذ فممكن يوجهك شوية لو كنت مثلاً كاتب ملاحظات كل هذا رح يوجهك كيف تراجع لأنك عارف وأن رأك رايح لهذا يقول لك أنه العالم بأسره يفسح الطريق للإنسان الذي يعرف إلى أين يتوجه ثالث أسلوب وهي لا تنهي كل شيء نصيحة غريبة شوية ولكن بعض الناس كما أنا عندهم هوس أنه يكمل كل شيء حتى لو بكفاءة قليلة فيحس بنوع من السيطرة ثم نفاجأ يوم الامتحان أنك نسيت كل شيء وتخلطت وجاء يسعى وقدر تسعى فحط برنامج تعقراك كل يوم وش رح تعمل لأن التخطيط هو اللي رح يحسك بمتعة الإنجاز كيف قاعد تتقدم ويحطك في الواقع فتعرف هل رح يكفيك الوقت أم لا وخلي دائماً هدفك الكيف وليس الكم أنك تراجع خمس دروس مهمة يركزوا عليها زي ما تكلمنا في الخطوة الثانية وتتمكن منها أفضل من أنك تراجع عشرين درس بدون ما تتعمق فتأخذ وردة من كل بستان ولو بقالك الوقت في الأخير يكمل الباقي المهم تذكر أنه عصفور في اليد خير من عشرة فوق الشجرة رابع نقطة وهي تجنب الملهيات الإنسان ما يقدر يمارس شيئين مهمين في نفس الوقت وبنفس التركيز فتلقى مثلاً واحد يراجع والتيلي شاعل أو الكبدة تكون قد قصدي التليفون فشوية ويصوني شوية ويجي إشعار فيس ولا انستا ففوراً يتشت التركيز وجزء كبير من الطاقة يروح في محاولة مقاومة هذا الإغراء وبمجرد ما يحصل في حاجة وهو قاعد يدرس يدو تلقى أين تروح للكب للتليفون وراحت من الساعة اليوم السوشيل ميديا خلات عقل الواحد فينا في مستوى إثارة كبير تنبيه مستمر فأي حاجة ممكن تشت التركيزه فيبدأ يتأمل في السقف يحسب شح الكي النوارة في الظربية يقول عليها رب يخلق الذبان والدرس تساعة يجيب معه ثلاث سوايا فحط الهاتف الفوكس مود أو ابحث عن تطبيق يحجب لك مواقع التواصل وباقي التطبيقات إلى حين ما تنتهي هو الأفضل أنه ما يكون معك الهاتف أصلا وصدقني عن تجربة فرق رهيب جدا في التركيز لما تكون معك الهاتف وبدونه وقبل ما نروح للنقطة الخامسة استعمل قانون البومودورو أنك تدرس لمدة 25-30 دقيقة وتتوقف لمدة 5 دقائق فتخلي هكا تركيزك في أعلى مستوى أفضل بكثير من أنك تقرأ ثلاث ساعات متواصلة فتركيزك يمشي وينخفض بعكس لو استرحت تلك الخمس دقائق تركيزك رح يتجدد في كل مرة فأرجوك خلي الملهيات بعد ما تنتهي ما تبدأ يومك بوسائل التواصل لأنك مش رح تلقى طاقة للمراجعة في آخر اليوم خامس نقطة وهي المذاكرة الجماعية أنت عليك تاريخ؟ وانا عليها جغرافيا اللي دارها يستغفر المذاكرة في مجموعة وسيلة فعالة جدا لتقليل الجهد والوقت وزيادة الاستيعاب بشرط أنها ما تزيد عن شخصين ثلاثة بالكثير وإلا رح تصبح مهراجان وأنت على بالك فلو حاجة أنت مكش فاهمها ممكن صديقك يوضحها لك والعكس وتتناقشه فيها فرح تشفو عليها كتر أو ممكن هو يتولى درس يدرس ويتمكن منه ثم يقرهه لكم بعد تتبادله وعلميا هذي أحسن طريقة لترسخ المعلومات أنك تدرس واشتعرف إلى شخص آخر فأنت المستفيد ولو أنت يعني مش من هوات المذاكرة الجماعية فاستفيد من الفكرة ولو أنك تجيب خوك صغير لمفاهم واله وتدرسه أو فقط تخيل أنك تدرس شخص آخر وهنا لازم تسمع نفسك صوتك فتراجع بالصوت كأنك تدرس شخص آخر فالموضوع مش علمي ولكن عن تجربة جربتها ساعدتني بزاف فأجربها ممكن تساعدك سادس نقطة وهي ابدأ من العام إلى الخاص وهي طريقة بوست لتوني بوزان فيقول لك ما تبدأ تراجع الدرس من الأول حتى تكمله للأخير لا تقول لك أن الخطوة الأولى هي أنك تلقي نظرة عامة على الدرس فتقرأ المقدمة والخاتمة العنوين الرئيسية والفرعية لو فيه صور أو مخططات فتحاول تخرج بفكرة عن الدرس مجرد تخمين يعني على ما هي قاعد يهدر وحاول تجاوب على هذه الأسئلة يعني العنوين تقلبهم أسئلة وتحاول فقط أنك تجاوب من رأسك أو من الدروس السابقة فأنت هنا تصنع فراغات داخل عقلك لاستقبال المعلومات ثاني نقطة أنك تبدأ المراجعة ولكن النقاط اللي ما فهمتها عديها عادي ما تبقى فقط حاصل معاها وهنا تجي النقطة الثالثة اللي تملالك هذه الفراغات فترجع للنقاط اللي ما فهمتهاش لأنك الآن خلاص شكلت صورة نهائية عن الدرس الموضوع عامل زي لعبة التركيب فالقطع الغامضة اللي مش واضحة رح تخليها بالطبع للأخير حتى تتضيح حتى تتضيح صورة نهائية فتصبح تلقي القطع اللي كانت غامضة مكانها واضح جدا أظن واضحة الفكرة وأنا أقترح عليك أنك قبل ما تبدأ الدرس تشاهد فيديو عليه لمدة عشرة أو خمستاش دقيقة فيعطيك نظرة عامة حول الموضوع وبعد ذلك تطبق الثلاث خطوات وتملال فراغات سابع نقطة وهي اربط ما لا تعرف بما تعرف هذا هو أهم قانون في الذاكرة الذاكرة ما هي إلا تخيل زائد ربط فأنت تحول المعلومة إلى صورة تتخيلها ثم تربط ذلك بشيء تعرفه خلينا أعطيلك مثال حاول تحفظ لي هذا الرقم ممكن تجيك صعبة شوي وتقعد تكرر لكن خلينا نحول هذه إلى خيال فمثلا 45 هو الرقم تلاعب الإيطالي بالوتيل و 98 هي سنة ميلادي و 24 هي مدينة غالما و 77 سبعة تشبه لسبعة 54 هي الثورة فأنا الآن حولت المعلومة إلى صورة وربطتها بحاجة أنا نعرفها والآن خلينا مثلا نشكل منهم قصة فأنا نقول لك مثلا بلوتيلة جاء عندي أنا المدينة غالما فروحنا عند سبعة يحكي لنا على الثورة الموضوع مش منطقي ولكن هذه هي الذاكرة كلما كان الموضوع غريب ومضحك أكثر كلما رح تشفع لي أكثر وخلي نزيدك مثال من امتيحاني الأسبوع القادم فمثل هذه البكتيريا اسمها cornebacterium diphtheria فهي باصيل جران بوزيتيف non ramifié non sporule non capsulé immobile بغض النظر فهمت أو لا فأنا cornebacterium رح نشبهها بكورني ثم diphtheria دي معنها اتنين وفتيريا فنشبهها بفطائر فاتنين فطائر ثم باصيل فنشبهها ببصلة فيها علامة زائد جران بوزيتيف ثم الباقي كامل non sporule non capsulé فنرح نحط حرف النون تحت الكورني ثم مثلا كلمة ramifié واimobile فنرح نهز فقط الحروف الوالة ونشكل كلمة ramim فننتخيل مثلا طفلة اسمها ramim ولبسة tonneau de sport اللي هو sporule ولبسة كبوسة اللي هي capsules فالموضوع فعلا رح يتحول الى متعة ولو حبيت نعملك فيديو عن الذاكرة فخليلي ذلك في التعليقات ولكن الفكرة كلها انو ربط المعلومة الجديدة بحاجة انت عارفها ثامن خطوة هو التكرار المتباعد للأسف بعد اسبوع لن تحتفظ الا بعشرين بالمئة مما درس وهذا يعرف بمنحنى النسيان لهيرمن فلن تتذكر ما درست الا اذا كررته ولكن على فترات متباعدة حتى ينتقل الى الذاكرة طويلة المدى لانك لو كررته فقط في نفس اليوم ولو لعدة مرات رح يبقى في الذاكرة قصيرة المدى وممكن يومين ثلاث يام تنساهه فاي درس تحفظه او تقراه لازم تراجعه بعد ساعة ثم بعد يوم ثم بعد ثلاث ايام ثم بعد اسبوع وهكذا فالتكرار المتباعد هو اللي يخليك تتذكر واش حفظت فلازم التكرار وإلا ما فعلنا شيء تاسع نقطة وهي تدرب على المخرجات معظم الناس لما يكون امامه درس ما شاء الله حافظوا فاهم وبمجرد ما يروح الامتحان يروح كلش لانه التعلم فيه جزئين فيه المدخلات اللي هو ما تستقبل من معلومات وفيه المخرجات اللي رح تخرجه لما تحتاجه مثلا في الامتحان وفيه جزء كبير مما تعلمت رح يضيعه ومش رح تلقاه لما تحتاجه إلا لما تتدرب على إخراجه فأرجوك ما يخضعك دماغك أنك حافظ وفاهم بدون ما تختبر نفسك فلازم تحل مثلا تمارين لوحدك بدون ما تشوف الحل كتابيا أو تسأل نفسك وتعمل امتحان أو حتى تحل تمارين اختيار من متعدد كسيام وفي هذا النوع من الامتحانات فقط نصيحة أنه غطي الاختيارات لأنها كلها متشابهة فرح فقط تشلوشك فما تخلي أول مرة اللي رح تجرب فيها المخرجات هي يوم الامتحان وهذا هو الخطأ ليوقع فيه معظم الطلبة فيتوهم أنه مراجعه في الأخير هو انساء أهم خطوة عاشر وآخر أسلوب وهي الرياضة والنوم ايش علاقتها بالموضوع معروف أنه لما يقرب الامتحان رح يزيد عليك الضغط فممكن ما يخليكش تركز في الدراسة أو يصير لك إرهاق فالنشاط البدني أي أن كان رح ينقص من هرمونات التوتر ويساعد على الاسترخاء وتقوية الذاكرة فلو حسيتك أنه تضيع وقت فبالعكس هو استثمار وأيضا في فترة النوم الروابط اللي شكلتها مع وش تعلمت ذلك اليوم رح تقوى وتترسخ في فترة النوم وبالتالي رح تتذكرها وتشفى عليها فاللي يعمل مثلا ويبلونش هو مضيع روك نهام جدا في عملية التعلم فلازم تهتم بالنوم والرياضة والأكل الصحي خاصة مع اقتراب الامتحان وبهذا وصلنا إلى نهاية الفيديو متنساش تشاركني رأيك في التعليقات وتشترك معنا في قناة عبود وبزمان ما نلتقي ته الله لي فروحك وخليك أنت الأمل وفيها خير إن شاء الله موسيقى موسيقى anes